السلام عليكم. سنكون ان شاء الله في اخر فيديو وفي اخر تجربة لمعمل الدوائر الكهربائية. وطبع في فيديو هذا في نهايتين حتى على موضوع الامتحان اللي هو يوم الثلاثة الجاية ان شاء الله ساعة عشرة صباح حيكون في اعلان يعني بالخصوص تجربة اليوم طبع حنبدو بالكونسبت او الاثوريسيكا لثيفرينز او نورتونز اكوفلنت شن هو مكافحة ثيفرينز? اغلاب كما عارفين ومشتغلين علي يعني او خضياء متوفر المادة اللي هو انك انت كيف تتحول دائرة بالكامل كيف تتحول دائرة دائرة اه معقدة وتختصرها الى مصدر جهد ومقاومة وقدام حنقول لكم شنو الفايدة من موضوع هذا? وغرض من مكافحة ثيفرين مش بس تبسيط للحل او تبسيط الدوائر لا فيه لها غرض اخر حنجوه حنحكي عليه قدام شوية في اللي ونحن نشرحه في الشنو هو اه مكافحة ثيفرينزي ما قلنا او مكافحة نورتون انك انت بتحول دائرة معقدة الى مقاومة ومصدر جهد مقاومة الى وفي ثيفنن اللي هو شنو اه طبعا اللي هو الجهد اللي ناختصرته في الدائرة كليلها النورتون تقدر تجيبه حتى هو بنفس الطريقة يا اما دير سورس ترانسفورميشن للمقاومة ومصدر جهدها ار نورتون هتطلع نفسه والآي نورتون هيكون هو نفسه في ثيفنن على شنو على آر ثيفنن يا اما ديره هكي يا اما شنو يا اما تحسب الآي نورتون من جديد اللي هو الآي شورت سيركيت والآي نورتون اللي هي طبعا نفس طريقة حساب الآي ثيفنن عشان نحسب مكافئة ثيفنن او مكافئة نورتون في عندي اكثر من طريقة في عندي اكثر من طريقة شنو هنا الطرق طبعا اللي هنا اول حاجة اني انا شورت سيركيت كارن اني انا شن ندير اني انا نركب اميتر على الاوتوت متاع الدائرة ونحسب منها التيار اللي هو الشورت سيركيت كارن لان الاميتر زي ما قلنا من قبل انها مقاومة السفر وكأني انا نجيس شنو نجيس في الشورت سيركيت كارن وطبعا البي اوبن سيركيت هو نفس شنو هو البي ثيفن زي مايتم عارفين في الثيوري بتاع المادة فتقيد الار ثيفنن هي نفس البي ثيفن نقسم شنو الاي شورت سيركيت هذي طبعا شنو الطريقة الاولى واكثر طريقة ممكن تكون عملية هنقوله عليش عندي الاوم ميتر مثل طبعا انك انت لازم تطفي جميع المصادر اللي في الدائرة وبعدين تعليك شنو تعليك اوم ميتر اللي هو مقياس للجسبي المقاومة بنعرف منا شنو قيمة الار ثيفنن الطريقة هذي مش عملية واجد لانه في حالات معينة اول حاجة انت معدك السيطرة على المصادر بتقدرش توصل فيها اصلا ومرات مش مفروض انك تطفي جميع دائرة قادة في حالة عمل مستمر دائرة حماية او دائرة مثلا مراقبة اوليه شنو هو المكسيمم باور ترانسفير نحن هنا خلاصة تعمل مكافأة وعليش نحن نقيسه في ونحسبه في مكافأة اكيد عندك مخرفية على المقاومة لها الحمل هي احد صاوي الجهد على الحمل تربية قسم شنو قسم الار هذي اللي هي الباور اللي على اللوند كيف انا نحسب منها طبعا مان الشنو الحاجة اللي متغيل عندي طبعا الار اه نقدر انا نخلي العلاقة بتاع المعادرة هذي بين كيف هذي انك تدير يعني حتصاوي حتصاوي اللي هي حتصاوي في المقاومة اللي نبي عليه الجهد على مجموعة المقاومتين طبعا تربيع حتكون هنا تربيع حتكون هنا شنو حتكون هنا تربيع وحتى الار ايل كانت تربيع بس طبعا لان عندي ار ايل مقابل في المقاوم فاقتصرت اصمناها وقعدت بالشكل هذا اوكي اه كيف نحسب واحدة من الضرق انك انت تفاضل المعادلة وتسويها بالصفر اكي انا نحسب البيك او نحسب اي اعلى قيمة في المعادلة حتفضلها بالنسبة من وطبعا بالنسبة للار ايل تلاحظ ان هنا دائرة عندك كلها راكمة البي ثفنان والار ثفنان انت دائرة مصدر اللي ملكش اي يتحكم فيها من اللي يتحكم فيه اللي هو اللود فهنا قيمة اللود اللي هو البارابل بتاعي افضل قيمة لها بحيث انه يتحصل على ماكسمون باور فيها شن تسوي الار ثفنان ومن هنا الجيل الفايدة الكبيرة اللي مكافئة ثفنان مش انه هو يبسط في دائرة بس لأ اني انا نقدر نعرف لو انا عرفت الار ثفنان نقدر نعرف شنو افضل قيمة لللود اللي هنا نقدر شنو نقدر تحصل منها على ماكسيمون باور مش ماكسيمون باور او ماكسيمون باور هذا اللي يركز عادي نعطيكها ماكثر من مثل مثلا لو تشوفوا في اللنتينة او اللنتينة اللي الارضية او الكابل بتاع الساترائت اللي هو الديجيتال رسيبر هتلقون انه هنا يختلف مع انه هنا اثنين كواب المحاسية لكن كل واحد عنده مقاومة داخلية تفرق عن الاخر وهذا اللي يخلي ان الكابل المتاع الانتينة الارضية ما يمشيش مع اللي هي متاع الديجيتال رسيبر والعكس ليش؟ لان الكابل اذا مصمم بطريقة بحيث انه يتحصل على ماكسيمون باور ترانسفير من منو من الانتينة حيث انه يعطيها لمنو يعطيها للرسيبر اوكي هذه فايدة تعطيها من فايد كيف انا عرفت ان هذه الفاقيمة للكابل اني انا عرفت المكاومة ثافنا للرسيبر او للانتينة عافوا ولما نعطيها لما نركب يعني قاعدة الانتينة في الحال هذي كأنها هي السورس بالمقاومة الداخلية المتاعلة هي ارتفنا والكابل اللي هو كأنه هو الحمل هنا نوظيفتي نخلي انا الكابل ياخذ اعلى باور بحيث انه يشيرها بعدين للرسيبر او للشاشة اللي انت بتعرف عليها او بتبرش عليها نفس الشيء مثلا في السبيكارات منظومات الصوت ما تشري منظومة صوت في العادة انها ستاندر بتلقى المقاومة الداخلية بتعطيها فيه اللي تلقون 4 اوم اللي تلقون 8 اوم شن تفرقة معاك الحاجة هذي او كي انت ممكن تاخذ السبيكار 4 اوم تركب على منظومة الصوت في مقامة الداخلية بتعطيها 8 اوم ويولا ماك ويعطيك الصوت فعلي لكن مش هيعطيك الصوت اللي انت تبقيه مش هيعطيك اللي هو اعلى باور طالعة من شنو طالعة من مثلا من ال دي بي دي او البلاير اللي انت تشغل به مش هتاخذ ماك سمب ليش لانه مقامة السبيكار اللي هو الحمل ما كانتش تساوي مقامة تفنين او مقامة داخلية اللي ما بالدائرة بتاع بتاع لها المنظومة اللي انت تشغل بها اوكي ادي مقدمة نظرية بسيطة على التطبيقات مكابع تفنين الابجيكتف برض من التاجر فطبعا بيش انا نثبت او انينا عطا بيش ندير نحسب طبعا دائرة مقاومية بيش نقدر نشوف بعيني كيف نتغير المقامة بتاع اللود كيف انه هو يأثر على الباور وكيف انه هو جديات يعني بشكل صح ان الار لود لما تقدر قيمتها تصوي هنتحصل على من الدائرة عندك طبعا في الفقر اللي كيف مشارع إليها نفس شيث هنا انك تحلها وتجيب شنو وتجيب ونورت ونجيب طبعا اللي هي قيمة للدائرة هذي طبعا هي نفس الدائرة اللي حتشتغل عليها نفس نفس الدائرة اللي حتشتغل عليها في ليش بيش نقارنون بعض هذي الدائرة متعدنا هذي الدائرة متعدنا في المطلوب في الأول طبعا هنا المفروض ليهو أني أنا نحسب مكافأ ثابة ومكافأ نورتن نمشو طول المالتسن هذي الدائرة اللي يسوها كأننا عرضيها تمام كيف أنا نحسب مكافأ ثابة ومكافأ نورتن بشكل سهل جدا أنا طبعا لأنه الشغل عملي مش مستحق أنك تحط أوميتر أو أنك تدير توازي توالي لأ أنك تحسب وال وال الشورت سيركت لاحظ أني أنا درت حولت المقاومة اللي العشرة أوم هذه حذفتها وحطيت مكانها اللي هو من اللي هو الفولت ميتر عندي العالية قاعدة الفولتج معنات هذا الفولت ميتر هذا كم مقاومة الداخلية ملانية صح لا هنا تقريبا ملانية ما أنا كأن شنو كأن أنا قاعدة أنا نحسب في في الدائرة هذه أوكي نكون ندرنا توصيل بتاعتنا وعلاقنا اللي هو شنو الفولت ميتر بتاعنا نفس الفكرة أني أنا حذفت المقامة هذه نحذف في مقامة هذه ونوصل أميتر طبعا أميتر سواء كان هنا ولا بعد المقامة لأن على التوالي ما يفركش الترسيد مهم المفروض أني أنا نحط مكانها ونقص التهيار أنا مجرد ما حطيت أميتر أميتر المقامة الداخلية بتاعها كم تقريبا صفر تقريبا وأنا حاولت وحطيت مكانها أميتر فأنا كان نحصل بال واللحظة يحاول بسلم نجير ورن الدائرة لما نجي هنا لل حيطل رغاء تقريبا واحد بوين زيرو تسعة واحد وحنا لما نشوف التيار يطلع سبعمية واحد سعين هذي ليو هذي تاني رأي مايكو لأن أنا لم يقدر شي كتبوها ممكن فهي سبعة تسعة واحد ميلي سبعة تسعة واحد ميلي أمبير وهذي ليو واحد بوينت أو تسعة واحد لو نقسموهن علي بعض سريع المفروض كم تطلع نجرب هنا بالكالكوليسور هي واحد بوينت أو تسعة واحد واحد بوينت أو تسعة واحد قسمه وهي بوينت سبعة تسعة واحد طبعا حتطلع واحد بوينت ثلاثة سبعة تسعة والواحدة متاعتها هي كم هي كيلو أوف ليش لأن قسمت على ميلي فيعقيني كيلو أوف لو تجي هنا تحسبها هي العشرة توازي مع الواحد زيت كم لربعمائة سبعين حيطلع معك مفروض نفس الرقب اللي هو حسبناه وهذا يعتبر اللي هو المطلوب الأول من التجربة متاعتنا اللي هو كيف هنا نحسب مكافأة ثفن ونورتن طبعا مطلوب أنك ترسم دائرة المكافئة ترسم دائرة المكافئة ويضافر تعليقات تنجو لموضوع عندي الدائرة هذه ركز بني تختلف على الدائرة الأخرى قيام المقاومة تختلف عندي مقاومة متغيرة اختصار تركب الدائرة هذه على تمام وتحط على على شنن نبدو نغير في قيمة نبدو من كم نبدو من السفر كيف ما نحط لك في بديها من سفر واحد نية ثلاثة اربعة الى تسعة تغير قيمتها وتحسب الجهد وبعد تحسب الباور كيف عن طريق ال هو جهد على مقاومة فكم الباور اللي عليها تكون تسوي في تربيع قسم ار في كل حالة في كل حالة اني هتحسب الجهد غير من انا مبروض هتطلع كم سفر والباور هتطلع انا مبروض شنو سفر جيب عادة عند الواحد نمش للمالت الثان شوفوها ام 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 هذه مقاومة متغيرة قاعدة تلقوها في تلقوها مظمنا المقاومات ام ام المقاومات تندر عليها الى اللي هو اسمها طبعا ام ادروا عليها سيرش. دور عليها سيرش اللي هنا. حتطلع معاكم. اوكي? حتطلع معاكم. وبالشكل هذا نقدر شنو? او تقدر حاجة تقدر تحط مقامة عادية. عادية. لو ما رايحها تكشفي تقدر تحط مقامة عادية. ديوانة. اي قيمة على المقامة? اي قيمة هذي? اي قيمة هذي? خمسة كيلو. مثلا يا هذه المقامة اللي احنا نشتغلوا عليها. كم قلت لك انا فلاوة صفر اوم. حطها الصفر. اوكي. بعدين قلت له كم? واحد كيلو. حتحطها واحد طبعا كيلو. اتنين كيلو. تحط انا اتنين. تنساش الكيلو. ارادة اربعة واحد. او انك تحط المقامة لها المتغيرة هذه. وتجد تزد فيها. طبعا انا المقدار الزيادة كل ما تضغط الكيل بتاعك اللي هو كب? اللي هو عشرة في المية. طبعا انا بديني بالصفر. طبعا. انا في دائرة شغالة لازم تضفوها. يعني انا في دائرة خط فيها. لما تريد تشغل لازم تضف فيها. حيث انك تمشي لدائرة دي بعد. واحد. المقام على كل ما تضعت حرف الاي بتزيد في كم? بتزيد عشرة في المية. اي? فلما تجد هي عشرة كيلو اصلا. صفر في المية من عشرة كيلو كم? اللي هو. اللي هو الصفر طبعا. بعدين عندي عشرة في المية من الواحد كيلو كم تطلع? عشرة في المية من الواحد كيلو اللي هي كم? دي هي واحد. عشرة في المية من العشرة من العشرة كيلو. اللي هي واحد واحد كيلو. عشرين في مئة اتنين كيلو. واقل هنا قيم اللي قاعدت في الجدول او زي ما قلت لك انك شنو تدخلها بشكل مانوال. ما تدخلها بشكل اه يدوي اوكي. عادي كيف ما يريحكا. الفكرة ماذا هذا في حارة الاثنين. في حارة الاثنين اوه. تمام تساش ما كل تغييرها طب في الدائرة تردت تولحها. شير ندير? عندي انا جهد لكم ثلاثة بوين تسعة ثلاثة اتنين. بشي هانا تسجل. لها كم كلنا عند اتنين ثلاثة بوين تسعة ثلاثة اتنين. اعتقد اكي. بالصبت. وتجيب عدى بالالة الحاسية مش تدير. تاخذ اللي هي ثلاثة بوين تسعة ثلاثة اتنين. تربيع. قسمش انا. ايه مثل ار الف الحالة هذي لها كم? لها اتنين كيلو. اوكي? ما تنساش الكيلو. لو انك خطيت اتنين. القيمة الباور اللي حتطلع ذلك حتكون بالميلي وانت. حتكون بالميلي وانت. تمام. وتدير لحالة اللقطة هذي كم? حتديرها تسعة مرات. والعاشرة لها الصفر طبعا. اه وشي هتدير بعدها? من الجد وراضها. لو انك تبحث في الجهود حتلقى في زيادة. طبيعي كلم يزيد المقاومة كلم يزيد البرتج درب بعدها كلم يزيد. لكن لو مجيد بحث الباور حتلقى هي تزيد معاك. لعن نقطة معينة بعدها ترد شنو تقعد تنزل. وعنها فكرة الماكسيمم باور ترانسفير. مش معنى ان هي اعلى مقامة تعطيك اعلى باور. لا. اعلى مقامة تعطيك اعلى جهود. اقل مقامة تعطيك اعقل تهيار. لكن ديما في قيمة النصية اللي تعطيك شنو? اعلى باور. تمام? مطلوب منك هنا رسمة. اوكي. رسمة دي هتوضح الموضوع اكثر. انا هنحط الرسم. هنختار البويت هذا. تمام. وتحدد النقطة الاولى مثلا كانت السفر والسفر. انا تديرها مثلا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. او حتى تقدر تزيدها مثلا انا واحد سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهي تسع. انا لوطة مثلا خلي قيمة شنو? قيمة الار. ولوطة حتكون شنو قيمة بي. مع كل مرة انت حتدير بيتر بي على ار بيتر بي على ار. هتلقى البوار تزيد. بعدين شنو يسنلها? رد. تنقص. هتلقى ان القيمة هذه هي نفسها شنو اللي مجيز يشوفها لوطة هتلقا هي نفسها شنو? تقريبا قيمة اللي هي الار سفنن. هيكون طبعا مش هتكون مطابقة لها بشكل كبير. ليش? آآ لان كنت دار علي ورقة رسم بياني وما هيش مسطرة حتى يعني. آآ القيم اللي انت مختارا ما هنش كل القيم يعني مراكش مختار البوينت واحد كيدي والبوينت اثنين. فالفالكير باظه مش هيجيك دقيق. اوكي. فهنا ممكن تلقوها تكتبوها حتى في الكومنس اللي على اللي على التجربة. ديروها على الكومنس اللي على تجربة. بتقدرو شنو? كولوا ان هذا السبب اللي خلا مثلا آآ خضينا مش آآ مش آآ مطبقت. تمام. هذا بالنسبة لي شنو? ليه التجربة الاخيرة ليه هو مكافة ثم فلا شنو هو وشنو الفاية امتاعه وين ممكن نستخدمه. آآ نبي نحكي آآ مرة اخرى على موضوع التقارير. آآ اكيد مش كلكم هتقدروا اتبعته التقارير على الايميل. او ممكن في اللي بيكتب التقارير بيده. آآ لي بيسلب التقارير اللي هو مكتوبة بشكل يدمي. او بصحوب مثلا. يبي يحاب انها يسعب. آآ يجيب يوم الابتحان. آآ ما فيش اي اشكالي. تمام. انا افضل انه يدزع الايميل. آآ ما لاش علاقة بالدرجات ولا اي حاجة بس. لي انا اريحية. اللي انا في تصحيحه فيه. فا وحتى اللي كامنتو يعني آآ خمس تجارب. اربع تجارب. يعني ما ما فيش لا اي داعي يعني انك انت تصحبها وتجيبها وتكلفها على الفاضي يعني. يعني انا نقدر راجع التجربة ونقدر نصحبها على تقاريرها على اللابتة يعني. ما فيش اي داعي. هذه حاجة بنحكي عليها. الحاجة الاخرة نبن نبه عليها الجميع. الموضوع الكابي والباست. انا في اللابتة بنستخدم في يشوف مجموعة لو فيه تشابه كما نسبة الاقتباس كما التشابه بين فيطال عليها بصولة بك. موضوع يعني مش هياخذ مني دقائق. فرجاعا كل حد يكتب تقريره بروحه. لو حد يقرأ تجاربه بروحه. الغرض من التقارير انك انت حتى تقرأ للامتحان. اللي بتنقل منه تقريره كده مش هيكون قاعدة معاك يوم الامتحان. ومش هيجاوبك على الاسئلة اللي انت قاعدت في رأسك. لانك مش كانت بتقرير بروحك ومش متفكر بروحك. مش هتعرف تجاوب على السلامين. الاسئلة فلاذا هيكون السطحية جدا. هيكونها على المفاهيم امتاعات المعبل. ومش هيكونها متعمقات واجد يعني. مش هيكون يعني في تعمق. ما اعتقدش انه عندي اي اضافة اخرى. بالتوفيق ان شاء الله للجميع. واي استفسار على التجربة او اي استفسار على المعبلة بشكل عام. يريد يريد بس تعلقه في ديرا كومات على الفيديو او على البوست اللي حضرها في الجروب ان شاء الله. بالتوفيق براحة و سلام عليك.